السلام عليكم طبعا كلنا بنعاني من لف ورق العنب وانه بياخد وقت طويل جدا النهاردة هنشوف ازاي نلف ورق العنب بطريقة سهلة جدا وكمان بسرعة رهيبة جدا والطريقة دي تعتبر بديل مكانة لف ورق العنب وكمان هنشوف ازاي نرص ورق العنب ونهلة بالحلة ما نلاقيش ورق العنب لازق وكمان ينزل بنفس ترتيب الحلة او بنفس شكل الحلة اللي حطينا ورق العنب فيها اتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو وتفعالوا الجرس عشان توصلكوا بكل الوصفات الجديدة اول حاجة دي الخلطة اللي هنحش بيها محش ورق العنب انا عاملة طريقتها هحطلكوا رابط الفيديو في الوصف تحت الفيديو ده انصحكم تشوفوها طريقة فعلا لذيذة مش هتشوفوها تاني ولا تعرفوها تاني بشهادة ناس كتير جدا انه اطعم خلطة محشي اتعملت هي بالطريقة دي هنجيب كيس تلاجي عادي اي حجم ونحط فيه كمية من خلطة المحشي اي كمية ممكن تكتروا وممكن تقللوا بعد كده هنجيب مقص ونقص جزء من بوزة الكيس بالشكل ده هنقص حتة صغيرة عشان ما تكونش واسعة بعد كده هنجيب كيس تلاجي عادي ونحطه على رخامة او على صانية بالشكل ده وممكن كمان نعمل كزا واحد مع بعض ونحط عليه ورقة العنب بالشكل ده انا سلقاه لمدة دقيقتين ونحط على ورقة العنب بالكيس شوية من الراس ونطبقها كده من ناحيتين بالشكل ده ونطبق عليها الكيس كده ونجيب سكينة او معلقة او شوكة اي حاجة ونشد الكيس بالشكل ده هنلاقيه بيتلف بطريقة محكمة جدا وكمان بطريقة سهلة جدا اول صبوع وثاني صبوع ممكن تلاقيكو بطاة شوية فيه بس بعد كده ايديكو هتاخد وتكون سريعة جدا هتعملوه بسرعة رهيبة جدا ورق العنب ده انا اجيبته وفرزنته بطريقة حلوة جدا اتمنى تشوفوها وما طلعته كان جميل جدا كاني لسه جايباه طازة وسلقته بقى بالشكل اللي انتو شايفينه ده هحط لكو رابط وصفة تخزين ورق العنب في الوصف برضو تحت الفيديو ده اتمنى تشوفوها زي ما انتو شايفين الطريقة سهلة جدا وكمان سريعة جدا نيجي بقى نشوف ازاي هنرص ورق العنب بدون ما ينزق في الحلوة هتجيبي كل الشوك والمعالي اللي موجودة في البيت وتحطيها كده في الحلوة من تحت وتحطي فوقها كده العيدان بتاعة ورق العنب وتحطي بقى ورق العنب عايزة ترصي ورق العنب رصيه على طول عايزة تحطي تحته وشوية خضار زي ما انتو شايفين كده حطه عايزين تحطه لحمة في الحلوة من تحت حطه عايزين تحطه فراج حطه ده كله بيكون حسب الرهباء بعد كده نرص المحشي بتاع ورق العنب عادي خالص اول رصة بتكون كده بشكل عشوائي يدوب بس بنساوي السطح بتاعها عشان الخضار بعد كده بنرصه بقى بطريق دايره عايزين ترصه دايره بترصه عايزين ترصه شوية بالعرض وشوية بالطول رصه ده كله بيكون حسب الرهباء وهنشوف ازاي نسوي ورق العنب بدون ما يفك ولا يتهري بطريقة كمان سهلة جدا هقولكو برضو دلواتي عن ازاي سلقت ورق العنب غليت مية وعصرت في المية دي نص لمونة وضفت عليها نص معلقة صغيرة من الملح وسبت المية دي تغلي اول ما غلت خرجت ورق العنب من الفريزر على طول على الحلة وقلبته شوية بشوكة كده عشان افراده من بعضه ومنه يتسلق ومنه يتغسل بعد كده شلته من المية دي بعد حوالي جيلتين فقط بتكوني طبعا مجهزة مية في حلة كبيرة واتطلعي من المية المغلية على المية العادية على طول واتتفرقي عن بعضه كده عشان يتغسل كويس لان ورق العنب بيكون في شوائب ودراب كتير بعد ما تخلصي ورق العنب بتكبسيه من فوق بطبق بالشكل ده والطبق يكون داخل على ورق العنب يعني يغطي ورق العنب ويكبسه بعد كده بتحط الشربة عليه والشربة ما تتحطش على المحش مباشرة لا لازم تتحط على الطبق والشربة دي عليها معصور عليها لمونة كاملة بعد كده نغطي الحلة ونسويها عاوز اقولك لو الطبق اللي تحت بين وبين غطى الحلة كتير حطي كذا طبق فوق بعض عشان ما تيجي تغطي الحلة اللي تضاق اللي تحت تكبس ورق العنب واللي ورق العنب ما يفقش وهو بيستوي واول ما الشربة اللي مسقي بيها ورق العنب بتغلي بنوطي النار للنص بعد كده بنسيبها 10 دقايق بعد كده بنوطي النار كمان شوية ونسيبه يستوي ورق العنب بياخد حوالي يعني من ساعة لربع لساعة على النار لحد ما يستوي كويس وبالذات لو كمية ورق العنب كبيرة فاخدوا بالكو من النقطة دي بعد كده هتيجي تقلب الحلة هتتقلب معاك بمنتهى السهولة ومش هتلاقي حاجة لزق خالص في الحلة وكمان ورق العنب هينزل بنفس الرسمة بتاعة الحلة او بنفس شكل الحلة بالضبط اتمنى الفيديو يكون عجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مزارته 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 شجف